يعني حلقتنا خلصت ولازم أسألك ماذا ترك لكم عزة العليلي؟ عزة العليلي الله وهو قيمة الحقيقة قيمة وسيرة ويعني مش قادر أقول لحضرتك يعني الأربع خمس أيام اللي فاتوا كانوا يعني بينضحوا بالحب والمشاعر والقيمة اللي غمرتنا بالامتنان والفخر كل العيلة يعني من كل الناس القريبين والبعاد واللي نعرفهم ولي ما نعرفهمش والناس اللي على سوشيال ميديا والناس اللي تكلمت والناس اللي جدت والناس اللي كتبت والناس زملاء حضرتك اللي عبروا عن اعتزازهم بعزة العليلي الناس اللي ذكروا في الصحافة مش قادر أقول لحضرتك إحساسنا إزاي فعزة العليلي ساب لنا قيمته ساب لنا الامتنان والفخر به ساب لنا الشكر يعني أنا الحقيقة ولو يفتك الأستر في مهرجان اسكندرية كنت معاه وتسألت أو لنا قلته الحقيقة أن أنا قبل ما شكر الناس اللي جدت تكرم عزة العليلي أنا شكرت عزة العليلي إن هو حطينا في الموقف ده أو حطيني في الموقف ده أنا وأسرتي كل أسرتنا إن إحنا نكون يعني مركز لهذا التكريم بسبب عزة العليلي ترجمة نانسي قنقر